أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي قرارا بتعين العميد الروكن صادق علي سرحان مستشارا لوزير الدفاع ضمن تغييرات عسكرية في محور تعز وقضى القرار الصادر في الخامس من ديسمبر الجاري بتعين العميد الروكن صادق علي سرحان مستشارا لوزير الدفاع ويرقى إلى رتبة لواء وسرحان أحد أبرز القيادات العسكرية في محافظة تعز وكان يشغل قائد لواء 22 ميكا وتأتي هذه القرارات بهدف ترتيب الوضع العسكري والأمني في المحافظة بعد عمالية فوضى سادة المحافظة خلال الفترة الماضية تورط فيها أفراد ينتسبون لميليشيا الإخوان الإرهابية